لم تكترث الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليسترس عزمها نقل سفارة بلادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تل أبيب إلى مدينة القدس لم يخرج أي بيان أمريكي داعم أو متحفظ على هذا الإعلان في وقت تتحسن فيه العاصمتان واشنطن ولندن ضعية العلاقات الخاصة التي تجمع دولتين في ضوء متغيرات جديدة نتيجة صعود تيار اليمين الشعبوي في الدولتين وبروز بعض الخلافات بين الدولتين والتي لا يخجل المسؤولون بكل الدولتين من التطرق بل بكلت الدولتين من التطرق إليها علنية وعلى رأسها فكرة اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين ومستقبل جمهورية إيرلندا الشمالية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في مايو عام 2018 لم تحظ إلا ثلاث دول هامشية في مكانتها وبعلاقاتها بقضاء الشرق الأوسط حذو واشنطن وتنقل سفاراتها إلى القدس وهي كوسوفو وهندوراس وجواتيمالا ومن شان قيام بريطانيا بنقل سفارتها إلى القدس إسعاد اليهود الأمريكيين بصفة عامة إلا أن ارتباط بريطانيا التاريخي بالصراع العربي الإسرائيلي فيما يسمى وتبنيها مواقف مغايرة للموقف الأمريكي من الصراع دفع بالمحللين إلى التساؤل حول هذه الخطوة خاصة في ظل عدم وجود أهداف واضحة تجنيها لندن من وراء هذه الخطوة وفي حديث مع الجزيرة نت أشار المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريغوري أفتانديليان إلى أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية يرجع إلى عاملين اثنين مضيحا أن العامل الأول هو رغبتها في التمييز بين حزب المحافظين وحزب العمال خاصة وأن حزب العمال أصبح ينتقد بشدة السياسات الإسرائيلية في العقدين الماضيين ترجمة نانسي قنقر